السلام عليكم مرحبا بالجميع كنت من الاخوان اللي غيرتفرج في الفيديو وعجبوا الفيديو او عجبوا المحتوى يخلينا وحد جيم وحد الكومنتار يكون زوين ولما لا البارتاج فاشتعونوا المحتوى يطلع شوية وشكرا للجميع موضوع دي اليوم هو فقط الجزائر في الجزائر كحتاف له اول مرة في حياته بموسم الحصاد وديرين اروينا في مواقع التواصل الجماعي ومصورنا شاحنات وماكينت دي الحصاد رغم ان اغلب الفيديوهات سرقينهم من السعودية دي الموسم حصاد السعودية الفين واثنين وعشرين يعني كان الفيديوهات ديالهم في اليوتيوب مع لنا المهم انهم ديرين هالة اعلامية وكأنهم ولوهما اوكرانيا ولكن لاجين الارض الواقع را المحصول دي السنة ديالهم ديال هاد السنة ما كيته داش مئة الف طون ديال القمح نجو نوضح الصورة مزيان ونقارن المحصول ديالهم ديال مئة الف طون مع محصول المغرب رغم انه لا مجال للمقارنة ولكن نحاول نقرب الصورة في ايام اللي كانت اشتاعني في الايام ديال الخير قبل الجفاف كان المغرب كينتج قرابة سبعة ملايين طون من القمح اما مئة الف طون ديالهم كانت غير جيات فاس بوحدة تقريبا كتجيب كتر مئة الف طون اما هاد السنة رغم الجفاف وتأخر الامطار كانت توقعات باش يوصل للمحصول هاد السنة ما بين كلاسات المليون وونس طون حتى الاربعات المليون طون ديال القمح اما مكينة الحصاد اللي معمرهم شافوهم احنا فوق الحصاد جميع الطرق الوطنية كتلقى فيهم مكينة الحصاد غاديين في الطريق متاجهين للمحاصير لان في المغرب مكيتنوش دولة رسل لهم مكينة الحصاد او شاحينات باش ينقلو القمح ولكن الفلاحين كيجيبوا لراسهم مكينة ديال الحصاد عبر الكيرة وشاحينات باش كيحصدو وينقلو القمح والتيبن المغرب بدأ بلد الخيرات وعدنا عادي جدا موسم الحصاد ولكن هما يجيانين ممون فيش بالخير واول مرة كيحصدو حفن ديال الزرع بدأوا كيطاقيوا المغاربة ولو كيتخيلوا راسهم هما اوكرانيا هما العام اللي جاك يلقاهم في الطوابير والله ما كيحشمو للأقل خليوا الباركة في الزرع حصدو يوخبيو كيما كيديروا المغاربة ولكن هما اللي خاصهم يديروا البوز بحفن ديال الزرع جميع القنوات ديالهم كيهضروا غير على الزرع الحمد لله بعدها من اللي انساونا هات السيمانا هذي ومركزين غير على الزرع ديالهم ديك لكميش هذي الزرع اللي دارو بعد فبتعلاش القنوات ديالهم كانوا دائما كيهجمو المغرب دائما ولكن هذي الأسبوع تلهو في الزرع يعني لقاوا واحد الحاجة عندهم ذاك الشي لاش كان عندهم فاراغ في الأخبار الداخلية يعني ما عندهم لإنتاج لوالوصافي شنو غير على طاقي المغرب نهجموه ولكن كي ينساو لقا شو ما غديدو وزودوا ذاك الطوابير ديالهم اللي دارين على الحليب والاسميد اللهم ما قاسي يقولوا أران طاقيهو المغرب ولكن هذي الأسبوع عندهم شوية ديال شوية ما يدار عندهم شوية ديال الزرع ديال الحفنة راهم ملايين فيها بعدها وحد الأسبوع رساحين منهم يا ربي دي ما سعطيهم الخير والخمير غايب الشي بعيدو مننا ويعطيونا تسيسا